بعد قليل ستكون وجهتنا مجتمعية لحماية أصحاب الهمم من انتهاكات بحقهم خطم ساخن على مدار الساعة ومكالمات فيديو للتواصل معهم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في إطار جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال منظومة تمكين وحماية أصحاب الهمم ضمن المحاور والأهداف التي حددتها استراتيجية دبي للإعاقة وبما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتعزيز دمج هذه الفئة في مختلف القطاعات الاجتماعية والعملية أطلقت الهيئة نظاما متكاملا للإبلاغ عن الانتهاكات بحق أصحاب الهمم يتيح لكافة أفراد المجتمع التواصل مع الهيئة وتسجيل أي ملاحظات لديهم تتعلق بحماية أصحاب الهمم إضافة إلى الاستفسار عن مختلف الخدمات والقوانين المتعلقة بهذه الفئة نرحب بضيفنا عبر اتصال الفيديو سيد حريز المربن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع صباح الخير صباح الخير والنور في البداية شو هي أهمية هذا النظام؟ طبعا بداية أطلاق النظام خط الساخن لأصحاب الهمم الهدف منه الإبلاغ عن أي إساءة أهمال أو استغلال قد يتعرض لها أي فرد من أصحاب الهمم بالإضافة إلى تقديم أي استشارات سواء الفرد من أصحاب الهمم يحتاج لهم أو الأسرة أو القائم بالرعاية يحتاج إلى أي استشارات فأخصائنا متوفرين على مدار ساعة وتقديم هذا الدعم إذا طلب جميل طيب ما هي الخدمات التي تسعون لتقديمها من خلال هذا النظام؟ طبعا نحن اليوم هيئة تنمية المجتمع تأخذ دور المرجعية لأصحاب الهمم يقدرون يتواصلون إلينا ونقدم لهم أي دعم يحتاجون سواء تنويرهم إلى الخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم من مختلف الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة زائد أن نحن خلال إطلاق هذا النظام في اتصال فيديو من تطبيق سندريلي ممكن تنزيله في هاتف الفرد من أصحاب الهمم وممكن أن يتواصلوا إلينا وفي مترجمين عدنا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 في الليل يقدمون أي ترجمة فورية للأفراد من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة السنعية يعني يلا يعطيكم العافية على اهتمامكم بهذه الفئة طيب من يمكنه التواصل معكم من خلال هذه الخدمة وكيف ربما بتفاصيل أكثر؟ اليوم نحن نقول الفرد من أصحاب الهمم بحد ذات يقدر يتواصلوا إلينا نقدم لكل الدعم اللي يحتاجه زاد دوار الحكومية إذا مواجهين مثلا صعوبة إلى توصيل الرسالة على سبيل المثال لأصحاب الهمم من الإعاقات السمعية أو الأسر نحن اليوم مفرين كل قنواتنا المتاحة سواء على الخط الساخن لعدنا 888 أو من خلال تطبيق سند ريلي اللي هو موجود على أبل ستور وأندريول يقدرون ينزلون في تليفوناتهم ويتواصلون وينا وإحنا في خدمتهم طبعا الرقم يعرض على الشاشة حاليا لمن يرغب بالتواصل معكم طيب خبرني أكثر عن مهمتكم في تلقي الشكاوي والبلاغات وعن الانتهاكات المرتكبة بحق أصحاب الهمم ما هي أشكال هذه الشكاوي التي يتصل لكم وما هو دوركم في هذا الموضوع يوم إحنا حطينا نظام متكامل في إجراءات متفق عليها مع الجهات الحكومية الرئيسية مثل شرطة دبي المحاكم نياب العامة هيئة الصحة بالإضافة إلى مراكز اللواء الخاصة في إمارة دبي ودورنا أن يكون فيه نظام مركزي في إمارة دبي يعنى بتقديم كل الدعم لأصحاب الهمم إذا عندهم شكوى أو انتهاك في حقوقهم الرئيسية نحن نكون موجودين إياهم ونقدم لهم كل الدعم المطلوب طيب كيف سيتم التعامل مع هذه الشكاوي؟ اليوم إحنا نستند طبعا إلى قانون حماية ذوي لعاقة عدنا أخصائي حماية عندهم الضبطية القضائية في إجراءات واضحة مع النيابة وشرطة والمحاكم يقدرون ينزلون على مدار الساعة ويتأكدون من الانتهاكات والبلاغات اللي وصلتنا بحق الانتهاكات ونتأكد منها ويتم عمل اللازم هناك كذلك طبعا خدمات أخرى يقدمها هذا النظام ما هي؟ خبرنا عنها طبعا اليوم إحنا من خلاله نقدر يعني النقطة الرئيسية هي السندريلي لأصحاب الإعاقات السمعية ممكن نقدم لهم الترجمة الفورية سواء كانوا في دوار حكومية كانوا في مراكز تسوق ويبغون يوصلون رسالة معينة لأي موظف سواء في مركز خدمة العملاء أو مراكز التسوق نحن دورنا نحن نوصل الرسائل ليبغون يوصلونها طبعا هناك أكيد الكثير من الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة ومساعدة هذه الفئة من هي هذه الجهات المسؤولة؟ اليوم نحن طبعا نلعب الدور المركزي في تلقي هذه الطلبات من أصحاب الهمم واليوم تعاوننا مع جميع دوار حكومة دبي زاد القطاع الخاص فاليوم المسؤولية تقع على عاتق الجميع والكل مستعد أن يقدم كل الدعم اللازم بهذه الفئة المهمة في مجتمعنا شكرا جزيلا وإذاكم الله خير كان معنا في الاتصال الهاتفي السيد حريز المربل حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع